تصحيح قوي في وول ستريت وجلسة الأمس كانت الأسوأ وتراجع كبير في عجز الميزانية السعودية في الربع الثالث سباح الخير وأهلا وسهلا بكم إلى نبض السوق من العربية أنا لارة حبيب سجلت الأسهم العالمية تراجعات قوية خلال تدولات الأسواق يوم أمس مع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا وحالة عدم اليقين المحيطة بسباق الرئاسة الأمريكية وأغلق داوت جونز على تراجع نسبته بثلاثة فاصل أربع في المئة فيما سجل الأسان بي انخفاضا بثلاثة ونصف في المئة وأغلقت الأسهم الأوروبية عند أدنى مستويات منذ مايو الماضي مع عودة ألمانيا وفرنسا إلى مرحلة الإغلاق التام وتراجعت عقود النفط بخمسة في المئة واتجه المستثمرون إلى الدولار كملاذ آمن وهو ما ضغط على أسعار الذهب التي سجلت تراجعات بواحد فاصل ستة بالمئة الذهب اليوم تعود لتسجل ارتفاعات كما تلاحظون بثلاثة عشر في المئة خسائر الأمس بالأسواق الأمريكية على مؤشر الأسابي كانت الأسوأ منذ يونيو لاحظوا التراجعات المستمرة صباح اليوم مشاهدين على الأسواق الأوروبية بعد خسائر فادحة في جلسة يوم أمس أكيد سمعنا إعلان من ألمانيا بأنها سوف تغلق المطاعم لمدة شهر فرنسا تتحدر يوم الجمعة لعودة الإغلاق التام في ظل ارتفاعات سريعة جدا بإصابات الكورونا الوضع في آسيا أفضل كما تلاحظون البورسة الصينية على ارتفاع مقابل ذلك تراجعات نراها محدودة على الهانكسانك والكوسبي وكذلك التوبيكس حتى العقود الآجلة للأسواق الأمريكية تشير إلى تراجعات في جلسة اليوم ولكن تراجعات حادة تحولت البنوك المركزية إلى بائعة للذهب لأول مرة منذ عام 2010 حيث بلغ إجمال صاف المبيعات 12 طن و100 كيلو جرام من السبائك في ربع الثالث مقارنة بمشتريات قاربة 142 طن قبل عام وفقا لتقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي وجاءت عمليات البيع مدفوعة بأسباكستان وتركيا بينما أعلن البنك المركزي الروسي عن أول مبيعات فصلية له في 13 عام الجدير بالذكر أنه في حين التدفقات إلى السناديق المتداولة في البورصة دفعت تقدم الذهب في عام 2020 إلا أن مشتريات البنوك المركزية هي التي دعمت الأسعار في السنوات الأخيرة توقعت مجموعة سيتي جروب الشهر الماضي أن الطلب من المصارف المركزية سوف ينتعش في العام المقبل بعد تباطؤ هذا العام علما أن عمليات الشراء كانت شبه قياسية في عامي 2018 و2019 سعر أنصة الذهب على ارتفاع في جلسة اليوم بعد تراجعات الأمس وهذه أسعار البيتكوين البيتكوين لاحظوا مستوياتها 13.227 دولار نذكر هنا بأنه بشهر مارس البيتكوين كانت عن مستويات 4.800 دولار وبالتالي نتحدث عن ارتفاعات قوية جدا تفوق 170% على البيتكوين خلال هذه الفترة القصيرة نذكر أيضا بأنه المستويات الدنيا للبيتكوين كانت عندها 3.200 وكانت في العام 2018 أيضا مرتفعة بشكل قوي عن هذه المستويات وللمزيد حول اتجاهات البيتكوين ينضم إلينا مباشرة من دبي طلال الطباع عضو مجلس إدارة كوين مينا طلال أهلا وسهلا بك بداية لنفسر للمشاهدين ما هي العوامل التي دفعت بأسعار البيتكوين إلى الارتفاع إلى هذه المستويات ليس فقط بدمارس بل بآخر أسبوعين نتحدث عن مكاسب 20% مكاسب بيتكوين في آخر أسبوعين منقدر نحللها لسببين واحد على العرض واحد على الطلب من ناحية الطلب منصة بيبال اللي هي من أكبر منصات الدفعات بالعالم عندهم 350 مليون يوزر بلشت تتقدم بيتكوين لعملاءها في يوم وليل صار في 350 مليون شخص عندهم أكسس لشراء البيتكوين فهذا كان يوم ما طلع التقرير من شركة بيبال كان في صعود حاد خلينا نحكي بسعر البيتكوين وأهم من هيك في شركات متداولة على السوق الأمريكاني واحدة منها اللي هي شركة مايكروستراتيجي والتانية اللي هي شركة سكوير اللي هي نفس السي يو تبع تويتر هدول الشركتين أعلنوا أنه سيحولوا جزء من الخزينة تبعهم من دولار إلى بيتكوين فهاي خلينا نحكي كانت عوامل بتعطي ثقة كتير للسوق بما أنه ب2017 كان معظم المشتريين أو عدد كبير من المشتريين اللي هم يسموا بالريتيل يوزرز أشخاص مثلي أو موظفين أو مستثمرين صغار خلينا نحكي وين الموجة هاي السنة عم تيجي من محافظة استثمارية أو من شركات متداولة على السوق المالي اللي طبعا بتدخل بكميات كتير أكبر هل برأيك هذه الموجة من الارتفاعات سوف تستمر؟ هلأ في المدى القصير مستحيل حدا يتوقع سعر بيتكوين بشكل منطقي لأنه هو سوء البيتكوين غير عن أي أسواق تانية أو السوء المالي بيسكر في ساعة معينة أيام السبت والأحد ما بيكون شغال سوء الكريبتو كورنسيز أو العملات الإلكترونية 24 ساعة كل يوم من السنة ففي المدى القصير وما في مشرع اللي بحكم التداول تبع هذه العملات ففي المدى القصير كتير صعب الواحد يعرف إذا رح يطلع أو ينزل ولكن أنا برأيي المتواضع أنه من هون لثلاث سنوات بيتكوين هي أفضل فرصة استثمار مرت على عصرنا نحن لماذا؟ على أي أساس هم تقول ذلك؟ هلأ في كتير عوامل ولكن هي أول عملة اخترعت في عصر الإنترنت يعني لو بتطلعي لو بترجعي مئة سنة لورا الدولار هو اللي كان مسيطر كالعملة اللي بتستخدمها كل العالم أو مثلا الدهب بما يسمى الستور أوف فاليو اليوم البيتكوين هي أول عملة أو أول وسيلة بتفصل ما بين البلد والعملة يعني تقليديا كان مصدر العملة بتكون هي بلد أميركا، بريطانيا قبلها بالباوند، قبلها البرتغال وإسبانيا بعملاتهم فدائما كان في ربط ما بين الحكم والمصاري اليوم بتكوين هي أول عملة خلينا نحكي مبنية للإنترنت وزي ما شفنا بآخر سنتين صعود حاد باستخدام مثلا الإي كوميرس، الأونلاين ديليفري التكنولوجيا كان لها موجودة عشر سنين إذا مش أكتر ولكن أكتر إشي صعب تغييره هو تصرفات البشر مشان هيك لسه ما شفنا استخدام بيتكوين يعني لسه لو بتطلع عدد المستخدمين تبعون بيتكوين بشكل عدد كتير صغير من المجتمع ومع ذلك الأسعار زي ما تفضلتي أنت طلعت كتير بآخر فترة فما بالك إيش بده يصير لما بيتكوين يتم استخدامها من بلدان أكتر من شركات أكتر وأنا بحكي من هون لثلاث سنين في حتى بنوك مركزية رح تضطر إنها تعلن إنه حولت جزء من الخزينة تبعتها إلى بيتكوين بس عندها مشكلة لبيتكوين أنه التداول علي منه على منصة رسمية هلأ صار عندنا عقود آجلة على البيتكوين ببورصة تشيكاغو أديش صار عندنا أقبال من قبل أيضا المستثمرين المؤسسات على العقود الآجلة برأيك وشو أفضل طريقة لتداول البيتكوين بالمنصات الغير رسمية تمام هلأ منصات الغير رسمية ما بنصح أي حدا يستخدم منصات غير رسمية ما عندها لأنه بنهاية المطاف إذا الواحد عم بشتري بيتكوين من شركة فهاي خدمة مالية سواء أنت عم تشتري منهم أسهم أو بيتكوين أو سكوك فيه تبادل خلينا نحكي مصاري وهذا لازم يتم إجراءات معينة من ناحية الانتيموني لوندري فما بنصح استخدام المنصات الغير رسمية ب2018 صار فيه نقلة مهمة اللي هو الشيكاغو ميركن تايل اكسجينج زي ما تفضلت أنت بلشت تطرح بيتكوين وهذا سمح للشركات الأمريكية تشتريها بطريقة اللي هي مطابقة للوائح والقوانين فإن شاء الله بالنسبة للشرق الأوسط شركة كوين مينا إن شاء الله في صدد الترخيص من البنك المركزي البحريني وأول لما تفتح بيصيروا العملاء يقدروا يشتروا عن طريق الحوالي البنكية أو عن طريق الكردت كارد شكراً لك طلال الطباع عضو مجلس إدارة كوين مينا شكراً جزيلاً لك في السعودية كشفت وزارة المالية عن الأرقام الفعلية لميزانية ربع ثالث من هذا العام إذ ارتفعت المصرفات بسبعة في المئة في ربع ثالث من هذا العام مقارنة بربع المماثل من العام الماضي لتصل إلى 256 مليار ريال فيما ارتفعت الإرادات الإجمالية بـ 4% لتصل إلى 216 مليار ريال وبذلك سجلت الميزانية في الربع الثالث من هذا العام عجزاً بـ 41 مليار ريال ما يمثل تراجعاً بـ 62% عن الربع الثاني من هذا العام حيث سجل العجز 109 مليارات ريال وذكرت وزارة المالية في بيانها أن تمويل العجز بالكامل هذا الربع تم عن طريق الدين المحلي ولم تقترد من الخارج وأثرت وزارة المالية تراجع الإرادات النفطية للسعودية بنسبة 30% إلى 93 مليار ريال في الربع الثالث فيما قفزت الإرادات غير النفطية بـ 63% إلى 123 مليار ريال ومشاهدين للمزيد حول أرقام الميزانية ينضم إلينا مباشرة من جدة دكتور سعيد الشيخ القبير الاقتصادي دكتور سعيد أهلاً وسهلاً بك الأمر الملفد بهذه الأرقام عندنا ارتفاع الإرادات غير النفطية وصارت أعلى من الإرادات النفطية السؤال هل تعتبر بأن هذا الأمر مؤقت أم ممكن أن نراه يستمر لفترة شكراً لك أستاذة لورا شكراً على الاستضافة طبعاً فعلاً أتت الإرادات الغير النفطية لهذا الربع الثالث من عام 2020 مفاجأة من حيث أنها تجاوزت حجم الإرادات النفطية طبعاً هناك عاملين رئيسيين الحقيقة ساهموا في هذا الارتفاع السياسة الضريبية التي اتبعتها الدولة من ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% عززت الضرائب على السلع والخدمات فكان هناك ارتفاع كبير بقرابة 37% عن الربع الثاني ووصلت الضرائب على السلع والخدمات إلى قرابة 50 مليار ريال أيضاً عززت الدولة من كفاءة أداء أصولها إن كان تلك التي تديرها ماسنا أو من خلال الرسوم والخدمات التي تقدمها الدولة مثل الموانئ خدمات الموانئ والرسوم الإدارية ولذلك كان هناك ارتفاعاً كبير أيضاً في الإيرادات الأخرى التي تسمى في بيان الميلي هذين البندين بالإضافة إلى الإيرادات من خلال الضرائب على الشركات وأيضاً الإيرادات التي تشملها الزكاة كان فيها ارتفاعاً هذه الأمور إن كانت تتعلق بالسياسة الضريبية للدولة أو تتعلق برفع كفاءة أداء الأصول الحكومية ساهموا الاثنين في زيادة الإيرادات الغير نفطية لكن إذا نظرنا إلى إجمال الإيرادات للتسعة شهور الأولى من هذا العام لا تزال هذه الإيرادات الغير نفطية متراجعة بالمقارنة لنفس الفترة من عام الماضي وهي أيضاً قل منها بالنسبة للإيرادات النفطية لفترة التسعة شهور ليس من المتوقع أن تستمر الإيرادات الغير نفطية بتجاوز الإيرادات النفطية خلال الربع الرابع أو خلال السنة القادمة نظراً لأن المتوقع أن يكون هناك تحسن في أسعار النفط وأيضاً ربما إذا ما نظرنا إلى العام القادم ربما أيضاً هناك زيادة الإنتاج لمواكبة احتمالات ارتفاع الطلب خلال العام القادم بس دكتور هلأ عم نحكي مع عودة الإغلاقات في بعض الدول الأوروبية وعن نرى ضغوطات كبيرة على أسعار النفط ألا ترى بأن هذا الأمر سوف يستمر بالضغط على الأسعار في الربع الرابع وبالتالي على الإيرادات النفطية صحيح هناك مخاوف من عودة انتشار وباء كورونا في أوروبا وأيضاً بعض الدول بدأت فعلاً في تقييد نشاطها الاقتصادي مما قد يؤدي إلى تراجع الطلب وبالتالي خفض مستويات الأسعار ولاحظنا خلال الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع أن أسعار النفط بدأت تنزل عن مستوى الأربعين دولاراً للبرميل ليس من المتوقع الرجوع إلى المستويات التي يعني واجهت أسواق النفط في أبريل ومايو من هذا العام هناك التكيف في مواجهة جائحة كورونا واستعداد أكثر مما كان عليه الوضع في بداية الجائحة وانتشارها السريع في دول أوروبا وأيضاً في الولايات المتحدة الآن لا يريد الأغلاق الكامل للاقتصاد ولكن لا شك أنه ستكون هناك ضغوط على الأسعار بالتراجع مع ذلك ليس من المتوقع أن يكون هذا حتى وأن حدث في الربع الرابع ليس من المتوقع أن يستمر خلال العام القادم لأنه من المحتمل أن يكون هناك لقاح أو أن أدوات المعالجة ومواجهة كورونا في الوقت الحالي الدول أكثر استعداداً لمواجهتها مما كان عليه الأمر في أبريل ومايو من العام الحالي شكراً لك دكتور سعيد الشيخ الخبير الاقتصادي شكراً جزيلاً لك وقفاً مع فاصل نتابع من بعده نبض السوق وتتعرف فيه مع مايا على دور فريق عمل الطاقة والاستدامة والمناخ في مجموعة العمال بي 20 التي أنهت اجتماعاتها التي استمرت يومين بداية الأسبوع ابقوا معنا شكراً لارا أهلاً بكم من أبرز المواضيع التي تشغل العالم كيفية تغيير الممارسات الحالية للحفاظ على البيئة وهنا يأتي دور فريق عمل الطاقة والاستدامة والمناخ الذي يركز على القضايا الرئيسية المتعلقة بالحد من انبعاثات الكربون وضمان الانتاج والاستهلاك المستدام وإنشاء البنى التحتية اللازمة لتحقيق ذلك ويضم فريق عمل الطاقة والاستدامة والمناخ 119 عضواً تمثل النساء نحو 28% منهم ويرأس الفريق محمد أبو نيان رئيس مجلس إدارة أكوا باور يرافقه نائبين هما بادي بادمنتن الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور وامتياز مهتب الرئيس في الشرق الأوسط لشركة اير برودوكتس كما يضم الفريق عشرة رؤساء مشاركين نتعرف عليهم فيما يلي موسيقى 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 وقد قام فريق عمل التاقة والاستدامة والمناخ بتسليم توصياته لدول مجموعة العشرين قبيل انعقاد اجتماع قادة المجموعة في نوفمبر المقبل وتتناول هذه التوصيات الاحتياجات متوسطة وطويلة الأمد التي تعتبر أساسية في مساعدة العالم على التعافي بشكل أفضل والاستعداد للأزمات المستقبلية وتشمل توصيات فريق عمل التاقة والاستدامة والمناخ تسريع نشر وتطوير التكنولوجيا الحالية منخفضة وحيادية الانبعاثات بالإضافة إلى تسهيل التحول نحو اقتصاد الكربون الدائري والترويج للممارسات الدائرية لخفض الانبعاثات وتحسين استخراج المواد وإنتاجها كما شمل التوصيات فريق عمل التاقة والاستدامة والمناخ مجموعة توصيات تتعلق بالمناخ التي نتعرف عليها موسيقى وفيما يتعلق بالمياه دعا فريق عمل التاقة والاستدامة والمناخ دول مجموعة العشرين إلى تعزيز الاستخدام المستدام لأنظمة المياه العذبة والمحيطات من خلال طرح سياسات على المستويين الوطني والدولي لحماية المحيطات من أجل النمو الاقتصادي المستدام وشدد فريق عمل التاقة والاستدامة والمناخ على أهمية الاستفادة بشكل أفضل من سياسات الحفاظ على المياه وإدارتها وتشجيع الابتكار من أجل التوصل إلى اقتصاد مائي ذكي كما يتعين على أعضاء مجموعة العشرين ضمان الوصول المستدام للجميع إلى المياه النظيفة من خلال الاستفادة من أدوات التمويل والاستثمارات المستهدفة شكرا لماية إلى ألمانيا الآن حيث أقرت حكومة الاتحادية حزمة دعم جديدة لتخفيف تدعيات فيروس كورون على شركات الصغيرة والمتوسطة تبلغ قيمة الحزمة الجديدة حوالي 10 مليارات يورو بحيث ستحصل الشركات على نسبة من المبيعات التي ستفقدها خلال الإغلاق المتوقع في شهر نوفمبر بواقع 75% للشركات الصغيرة والمتوسطة و70% للشركات الأكبر يأتي هذا القرار على خلفية جولة إجراءات الإغلاق الجديدة في البلاد ونلقي نظرة مشاهدين على العملات نرى الدولار يسجل استقرار بعد ارتفاعات الأمس كان في توجه نهو الدولار عملة الملاذ الآمن اليورو مستقر عن اجتماع البنك المركزي الأوروبي اليوم ومراقبة أي تصريحات لكريستين راقارد حول حزمة تحفيز جديدة من قبل البنك المركزي هذه نهاية نبض السوق شكرا للمتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر